اشتركوا في القناة نائب الأول لمدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية بزيارة معالي وزير الداخلية إلى الولايات المتحدة منوها إلى أهميتها في تطوير العلاقات بين البلدين وفتح المزيد من آفاق التعاون المشترك مؤكدة على العلاقة الاستراتيجية الدائمة بين البلدين والثقة العميقة التي تطورت على مداري سنوات عديدة من التعاون الوثيق من جهته أكد معالي وزير الداخلية أن مملكة البحرين ماضية في نهجها الحضاري القائمة على التعايش وتعزيز ثقافة السلام انطلاقا من رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه مشيدا بالعلاقات الوثيقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة وجهودهما المشتركة في تعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية الأمن والسلم الدوليين وشار معاليه إلى أهمية تطوير آليات تبادل الخبرات باعتبارها أساسا في تعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات وبما يخدم مصالح البلدين الصديقين وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات والقضايا الاستراتيجية بالإضافة إلى التحديات الأمنية وما تتطلبه من تعزيز التعاون والتنسيق الأمني لمواجهتها والتعامل معها بكفاءة وفعالية وفي سياق متصل نظم معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى والذي يعد مؤسسة بحثية رفعة المستوى ضمن دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة حلقة نقاشية مع الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية تركزت على التعاون الأمني بين مملكة البحرين والولايات المتحدة وفي البداية رحب السيد روبرت ساتلوف المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى بمعالي وزير الداخلية والوفد المرافق منوها بأهمية زيارة معاليه إلى الولايات المتحدة ودورها في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بعد ذلك تحدث معالي وزير الداخلية مشيدا بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة وتطوير مسيرة التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين بما يسهم في زيادة إمكانيات الأجهزة الأمنية ومواكبة التطور الحاصل في مجال الجريمة المنظمة والعابرة للحدود واستعرض ما عليه السبل الكفيلة بتبادل الخبرات والمعلومات واتخاذ التدابير الفعالة للتصدي لمختلف التهديدات الأمنية في إطار الجهود المشتركة لترسيخ الاستقرار الإقليمي وحماية الأمن والسلم الدوليين مشيرا إلى أنه من بين التحديات الأمنية مكافحة ومحاصرة الجريمة المنظمة والطائرات المسيرة الدرون والهجمات السيبرانية وأكد معالي على أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة وتطوير التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في إطار تعزيز التعاون المشترك لحماية الأمن والاستقرار وتم خلال الحلقة النقاشية التطرق إلى عدد من الموضوعات والمسائل الأمنية بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الإقليمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر